24 ساعة طبعا على مطش بكرة تتاريخ مواجهات الاهلي والسيراميكا فرقة محترمة طول عمرها الحقيقة من ساعة لما ظهرت في دوري الممتاز بتقدم كرة محترمة وعملين تدائمات وعندهم لعيبة على اعلى مستوى وفي رأيي الشخص يعني ما بقتش بتفرق يعني انت عندك سيراميكا مطش سيراميكا بكرة عندك يوم اتنين مواجهة بيراميدز وبصرف النظر عن اسماء المنافسين يعني بصرف النظر انت هتلاعب مين في ايه مطشات الاهلي كلها بقت مهمة وصعبة مطش مبارح خليني اقولك انه ممكن يكون بيلخص مرحلة يعني من بعد التوقف فتكر كده معايا هتقول مطش المقاولين هتقول مطش الطلايع هتقول مطش فيوتشر هتقول مطش سموحة هتقول مطش فاركو كلهم شوها بعض تختلف النتيجة والاتحاد طبعا تختلف النتيجة يختلف او يتباين اداء لكن الحالة العامة انه الاهلي قبل التوقف غير الاهلي بعد التوقف فيه نقطتين مهمين جدا عشان معاول الهدم اللي شغاله معاول الهدم انا بتابع تقريبا يعني ان لم يكن كل فمعظم ان لم يكن كل الصفحات او الاكاونت او الحسابات اللي على السوشال ميديا اللي بتخص النادي الاهلي عشان بحب اشوف الجماهير بتاعت الاهلي بتتفاعل ازاي وبترد تقول ايه سواء كان فيه نقد نقد بناء نقد هدام او فيه اشادة بحب كده ايه اشوف الجمهور بتاع الاهلي على السوشال ميديا بتتفاعل ازاي مع الصفحات اكد زن نص الصفحات اللي بيظهر فيها ناس النادي الاهلي او باسم النادي الاهلي ولابسين تيشرت النادي الاهلي هتلاقيهم لابسين تحت التيشرت دي فانيلا بلون تاني وجزء كبير جدا منهم يا اما بيخلص حسابات قديمة يا اما طمعان في حسابات جديدة ليه بقول الكلام ده عشان مرة تانية ارجع وكلم معاك في التوقيت ما فيش خلاف ما عنديش اي خلاف مع اي حد انا معاك في نفس الناحية انا قاعد معاك جنبك على نفس الترابيزة في حالة رضا عدم رضا في حالة غضب في حالة توتر في حالة قلق من اللي جاي عشان نبقى متفقين ده احساسي كواحد من جمهور النادي الاهلي لكن انا ببص للتوقيت وببص لشكل الهجوم الشديد جدا على النادي الاهلي وكل من يمثله الناس بتهاجم مرسال كولر والجهاز الفني ناس بتهاجم ادارة النادي الاهلي ناس بتهاجم اللعيب ولم يسلم احد من هذا الهجوم السؤال هنا عشان بس نقيم الامور بشكل موضوعي الموضوعية هنا مهم جدا والهدوء هنا مهم جدا 28 اكتوبر 28 اكتوبر النهاردة ما فاتش شهرين على التاريخ ده انا بكلمك في سيزن فات انا بكلمك في شهرين فاته كان فريق النادي الاهلي بنفس اللعيبة بنفس الجهاز الفني بيلعبوا ماتش السوبر امام الزمالك وفاز الاهلي بنتيجة 2-0 حكايات وروايات وإشهادات باللعيبة وبمرسال كولر وبالنادي الاهلي وبحكمة الإدارة في التعقدات وفاكرين طبعا يعني الحالة دي مش بعيدة قوي احنا بنتكلم في بداية الموسم ده فجأة بعد أقل من شهرين بقت اللعيبة كلها لا تصلح وبقى مرسال كولر مش هو ده المدرب اللي عليه العين وإنه إدارة الاهلي أخفقت في الاستعداد للموسم على الرغم على الرغم أنه حسبيا ورقميا تعالى نتكلم بالحسابات وبالأرقام ما زلت لغاية النهاردة ما زلت لغاية النهاردة في صدارة جدول الترتيب يعني أنت ما فقدتش صدارة الجدول ما فقدتش فرصتك على تحيي اللقب والبطولة تمام؟ ده نمرة واحد احنا اتفقنا في الأول أن احنا مش راضين بس شمحات شاعد يقول ايه بنطبل ومش قصتي خالص ومش هدفي خالص أنا هدفي أنه الفريق ده ياخد بطولة أفريقيا والفريق ده يعمل بطولة كاس علم محترمة وطموحي فيها كبير جدا يعني طموحي أكبر من البرونزية أنا نفسي أشوف الأهلي بيلعب نهاية البطولة يكسب بقى يخسر بس هلعب نهاية البطولة هيبقى إنجاز عظيم جدا وأعتقد أن كل جماهي النادي الأهلي بنسبة 100% هتكون راضي السؤال عشان نحق الأهداف دي وأعتقد أن دا أهداف كل جماهينا دي الأهلي عشان نحق الأهداف دي إحنا محتاجين إيه محتاجين نهد المعبد على اللي فيه يعني إحنا لما نهد المعبد على اللي فيه هنوصل للي إحنا عايزينه إذا كان حد ممكن يقول لي آه هنوصل لإحنا عزينه يلا نهده أنا معك لكن إزاي نصلح وإزاي نلحق نفسنا وإزاي نراجح حساباتنا وإزاي نستفيد بالمركاتو والمركاتو واحد من أهم العناصر اللي لم يكن أهمها على الإطلاق في تدعيم الفريق لأنه الفريق محتاج دعم ومحتاج كواليتي مش موجودة في الدول المصري وأنا قلت الحقيقة أنه الأهلي لما يفكر في مركاتو على إدارة نادي الأهلي أنها تاخد في الحزبان مستوى الأندال هتنافسها على مستوى دوري أبطال أفريقيا وعلى مستوى سوبرليج أفريقيا وعلى مستوى بطولة كاس العالم ده الكواليتي اللي انت محتاجه شانتحها الأهداف دايما أنا ببص على أو يعني المعيار عندي هي الجاب الفارق أو الفوارق عموما يعني بين الأهلي وبين كل الأندال اللي بنفسها عاملة إزاي هل الفوارق كبيرة جداً ولا هل الفوارق قريبة جداً ولا ما فيش فوارق أساساً وبيناء عليها أفكر إزاي أدعم بحيث أنه الفوارق دي تزيد ويبقى فيه أريحية زي ما عودنا الأهلي طول عمره وهو بيعف في الدول المحلي ما بقاش فيه أي نوع من المعاناة ممكن كبوة ممكن day off ممكن مطش يتخطف منك اتنين بنت يروحوا هنا تلاتة بنت يجوا كده لكن في العموم الطبيعي أنه الأهلي بيكسب بمتال أريحية ده مستوى النادي الأهلي اللي احنا نعرفه واللي احنا مستنينه واللي احنا عايزين نشوفه طول الوقت فالمركاتو نقطة مهمة جداً نمرة اتنين الحسابات في الفريق يعني النهاردة لما تيجي انت شخصياً كواحد من جماهير النادي الأهلي تشارك في الحاملة أصلاً هي حاملة ممنهجة هي حاملة ممنهجة الكل كان منتظر سقطة زي دي أو تراجع مستوى زي ده عشان يخبط ويكسر في الفريق فبالتالي تنتهي فرصه في المنافسة ويبقى الموسم بالنسبة له منتهي مين ليه مصلحة في ده؟ هل جماهير الاهلي الحقيقية جماهير الاهلي الوعية ممكن تشارك في حاجة زي كده؟ اغضب كما شئت كلنا زعلانين وكلنا غضبانين رغم زي ما قلتلك انه الاهلي مخسرش المباراة الاهلي لم يخسر مباراة واحدة منذ بداية الموسم حتى وهو في اسوأ حالاته الاهم واللي لازم نتفع عليه كجمهور هو ازاي نصلح ده ازاي يرجع الاهلي بتاع بداية الموسم ازاي يرجع الاهلي انتراك ازاي الاهلي يبقى جاهز في خلال فترة عشان كيف يقولك التوقيت ده مهم جدا جدا لانك تقريبا ما عندكش وقت تقريبا ما عندكش وقت انت بتتكلم على بطولة العالم خلاص شهر يعني حتى عشان الصفقات الجدية تيجي وتخش وتندمج وتخش يعني في الفرقة محتاجة وقت فما نكملش بقى على الفاضل يعني مش من الصحة ومش من العقل ومش من المنطق ان احنا نكمل ابدا على الفاضل